رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانك تواديرا يفوز بولاية رئاسية جديدة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرئيس المنتهية ولايته فوستين أرشانك تواديرا فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التي جرت يوم السابع والعشرين من دجمبر تواديرا نال 53.9% من إجمال الأصوات الانتخابية وقد تزامنت الانتخابات الرئاسية مع انتخابات تشريعية وقد أجري لسحقاقان على خلفية عمليات جديدة شنها متمردون ما حال دون تمكن آلاف الناخبين من التصويت